يعني أولاً لا بد الإشارة قبل الدخول في التفاصيل هناك مشكلة للأسف الشديد في الحكومة المركزية وبينها وبين الحكومة قديم كردستان والأسوأ بأن الحكومة المركزية يعني تتماشى كما تؤمر عليها من إيران من حكومة الولي الفقيه فلذلك يعني ومن ثم يقولون هذه السيادة يعني للأسف الشديد يعني عندما تدخل ألفين شخص إرهابي يحملون السلاح وصلوا يعني يقول ضيفك كمان نقطة همة يعني إلينا موجودين في خانقين خانقين أين ضيفك يعرف جيداً أين مدينة خانقين وأين الحدود التركية متواجدين في جبال القنديل أين المسافة بين جبال القنديل وخانقين متواجدين في السليمانية أين السليمانية وأين الحدود التركية متواجدين في كاركوك وجوارها أين كاركوك وأين الحدود التركية وأين النفط العراقي متواجد أيضاً في شمال العراق في كاركوك تحديداً يعني هل يمكن أن تنكر أن لتركيا ربما مطامع بالنفط العراقي سيد بكير يعني سيدتي العزيزة النفط العراقي معروف دوليا بأنها تابعة للدولة العراقية يعني لو نفترض مثلا لها أطمع كيف تحقق هذا الأطمع بهذه السهولة هل هذا الأمر بهذه السهولة وهل بهذه السهولة تنتهك الأراضي العراقية وتعلن بأنها ستتوغل ستين كيلو متر مل ويعلن الرئيس رجب طيب إردوغان بأن هذه العمليات تأتي وفق القوانين الدولية متجاهلا حق العراق في رفض هذه الانتهاكات سيدتي العزيزة العراق يجب أن ترد هؤلاء الاهراهبيين المتواجدين ألفين شخص مسلحين يحملون الجنسية التركية متواجدين في المدن العراقية هذه ليست انتهاك ولا تدخل فيه شأن العراق ولكن عندما تدخل تركيا لمحاربة هؤلاء الاهراهبيين التي تهدد أمن واستقرار تركيا وتدخل إلى داخل الأراضي التركية وتفجر وتقتل إذا كانت هذه المبررات حقيقية سيد بكير إذا كانت هذه المبررات التركية حقيقية ملاحقات الإرهابيين على وصف تركيا وما يهدد الأمن التركي برأيك لماذا لم يتم التنصيق مع الحكومة العراقية أبسط مثال جميل أرجو هذا السؤال تحولي إلى ضيفك الكريم لأنه يعرف جيدا هناك اتفاقيات مع حكومة الكازمة ومع الحكومات المتعددة ضيفك يقول على أهد صدام دعونا من أهد صدام هذه الاتفاقية الجديدة قبل ستة شهر وقبل تسعة شهر وزير الدفاع العراقي وزير رئيس المزراء العراقي حضروا إلى تركيا وهناك اتفاقيات سنائية لمحاربة هؤلاء الإرهابيين وليست للمرة للمرة المئة وليست مرة واحدة للمرة المئة ولكن للأسف يأتون إلى تركيا يقولون نعم هناك موافقة ويتصورون أمام التلفزة وأمام كل الناس وعندما يرجعون حسب الضغوط التي تأتي من إيران ومن دول أخرى يقولون لا يوجد بيننا اتفاقية كيف تكون هذه الاتفاقية للأسف الشديد إذا مثل ما بيقولوا يقتل القتيل ويمشي في الجنازة ويقول لحظة ليس لنا علاقة أعتقد أن هذا التوصيف ليس منتقيا سيد بكير هؤلاء الارهابين يحملون البطاقة العراقية كيف تسمح هذه الحكومة بحمل هذه البطاقة وكنت سأتسأل ماذا حققت تركيا سيد بكير من هذه العمليات لهؤلاء الارهابين أن يتجولوا في المدن العراقية أليس أختراق للسيادة سيد بكير أنت تتحدث سيد بكير أنت تتحدث وكأن العراق هي من تنتهك الأراضي التركية ترجمة نانسي قنقر